شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكا والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللعنة الله على أعدائهم أجمعنا إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى صدق الله العلي العظيم حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول إحدى المسائل العقائدية أو العقدية التي اختلفت فيها الآراء وتباينت فيها الأنظار وهي علم الأولياء بالغيب نحن نعتقد أن للمسائل الاعتقادية قيمة ذاتية سواء كان لها أثر في واقع الحياة أو لم يكن لها أثر المعرفة بالعقائد الحقة لها قيمة ذاتية هذا أولا وثانيا هذه المسألة العقائدية لها آثار إيجابية وبناء في حياتنا العملية كما سوف نتعرض بإذن الله تعالى إلى ذلك في نهاية الحديث وثالثاً هذه القضية تشكل تشكل حاجزاً من حواجز فهم الآخرين لنظرية أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين لعله يعتقدون أن هذه العقيدة تمثل نوعاً من أنواع الغلو قضية الغلو إحدى الحواجز المهمة التي تمنع من فهم الآخرين لمذهب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ورابعاً هناك حملات تشكيك في كتاب نهج البلاغة شنها القدماء وشنها المعاصرون دكاتر وأساتبة جامعات شككوا في نسبة نهج البلاغة إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليهم باعتباره يحتوي على إنباءات غيبية نهج البلاغة يقول إن علي أخبر بمجيء الحجاج أن علي أخبر بفتنة هولاكو أن علي صلوات الله عليه أخبر بالملاحم والفتن وكيف يمكن لعلي صلوات الله عليه أن يخبر بالغيب فهذا يدل على أن نهج البلاغة موضوع وضعه الشريف الرضي على لسان علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وخامسا وأخيرا هناك رواية في صحيح البخاري في هذه الطبعة المجلد الرابع صفحة ألف وثمانمائة وأربعة وتسعة وأربعين ألف وثمانمائة وتسعة وأربعين رقم هذا الحديث سبعة آلاف وثلاثمائة وثمانون ينقل هذا الحديث عن امرأة معروفة يسميها يقول إن هذه المرأة المعروفة وقالت من حدثك أن محمداً صلى الله عليه وآله وآله مني في صحيح البخاري موجودة رأى ربه إذا واحد قل لكم الله تعالى رؤي من قبل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فقد كذب وهو يقول لا تدركه الأبصار فكيف رأى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ربه شاهدنا في القطعة الثانية تقول هذه المرأة ومن حدثك أنه يعلم الغيب إذا واحد قل لكم النبي الأعظم يعلم الغيب فقد كذب هذه المرأة تقول النبي الأعظم لا يعلم الغيب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله هذا هو الدليل القرآني على ذلك انطلاقاً من جميع هذه المنطلقات ومنطلقات أخرى نتحدث بإذن الله تعالى حول علم الأولياء بالغيب ونتحدث عن هذا الموضوع ضمن النقاط النقطة الأولى ما هو علم الغيب؟ النقطة الثانية علم الأولياء بالغيب في القرآن الكريم النقطة الثالثة علم الأولياء بالغيب في كتب الآخرين النقطة الرابعة إذا كان الأولياء يعلمون الغيب فكيف نوفق بين ذلك وبين الآيات التي تحصر علم الغيب في الله سبحانه وتعالى النقطة الخامسة إذا كان الأولياء يعلمون الغيب فكيف أقدموا على التهلك وأخيرا ما هو أثر الإيمان بهذه القضية العقائدية في حياتنا العملية النقطة الأولى ما هو علم الغيب؟ الغيب يقابل الشهادة وهناك عالمان عالم الشهادة وعالم الغيب عالم الشهادة هو العالم الذي يقع تحت نطاق الإحساس الشيء الذي تلمسه بيدك هذا جزء من عالم الشهادة الشيء الذي تراه بعينك هذا يقع ضمن عالم الشهادة الشيء الذي تسمعه بأذنك هذا يقع في عالم الشهادة الشيء الشيء نستشعره الشيء بحواسنا الظاهرة أو الباطنة هذا كله يقع تحت نطاق عالم الشهادة وفي قبال ذلك عالم الغيب الذي لا يقع تحت دائرة دائرة إحساسنا وشعورنا المادي الطبيعي النقطة النقطة الثانية علم الأولياء بالغيب في القرآن الكريم هل هناك في القرآن الكريم ما يثبت علم الأولياء بالغيب الجواب نعم هناك مجموعتان من الآيات القرآنية تدل على علم الأولياء بالغيب بل الآن لعلنا نقول شيئا يكون مثار للتعجب من قبل البعض وهذا الآمر أن كل واحد منا نحن المؤمنين بالله سبحانه وتعالى نحن نعلم الغيب لكن بمعنى آخر وفي إطار آخر في أول سورة البقرة نقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أول صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب ولا يعلمون بالغيب إذا لم تعلم بالغيب كيف تؤمن بذلك الغيب الاعتقاد بالغيب يجب أن يتركز على قاعدة علمية فكيف يقول هذا الحديث إذا المراد به ظاهره ومن حدث كأنه يعلم الغيب فقد كذب نحن أي واحد من نحن المؤمنين عالمون بالغيب بمعنى آخر في إطار آخر نؤمن بالله أو لا نؤمن نعم نؤمن الله غيب أو لا الله غيب فإذا نحن نعلم بالغيب نعلم بوجود الله ووجود الله غيب هل نؤمن بالقيامة قطعا وبالآخرة هم يوقنون يقين هناك بالآخرة كيف يمكن أن يكون هناك يقين بلا علم إذن إحنا عدنا علم بالغيب هل نؤمن بالملاحم والفتن التي تقع في المستقبل نعم وهي كلها ضمن عالم الغيب المؤمن المؤمنون في عهد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله القرآن الكريم أخبرهم بإخبارات غيبية تتعلق بالماضي وتتعلق بالحاضر وتتعلق بأكوان وعوالم خارج عن نطاق عالم الشهود وعالم الشهادة ما كانوا يؤمنون بالغيب ما كانوا يعلمون الغيب لاحظوا هذه النماذج والنماذج كثيرة الله تعالى يقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون سيغلبون السين تدل على ماذا على المستقبل وحدد هذا المستقبل في بضع سنين البضع بين الثلاثة والتسعة لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم ويومئذ ويومئذ يفرح المؤمنون هذا ما كان إخبار بالغيب المؤمنون في ذلك العهد ما علموا بهذا الغيب ليش علموا بهذا الغيب بل إذا واحد شاك في نبوة النبي الأعظام صلى الله عليه وآله يظل في شك من هذا الإخبار الغيبي ولكن المؤمن يعتقد بما قاله الله وما قاله النبي في آية أخرى الله تعالى يقول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد هذا معلم بالغيب المؤمنون في ذلك العهد لم يعلموا بهذا الغيب في آية أخرى الله تعالى يقول لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين هذا لم يكن إخبار بالغيب والمؤمنون في ذلك الوقت لم يعلموا بالغيب الله تعالى يقول أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر هذا ما كان إخبار غيبي القرآن القرآن الكريم لم يحتوي الآن بالنسبة إلنا يحتوي على الإخبارات الغيبية التي لا طريقة طبيعية لنا للوصول إليها ذلك من أنباء الغيب لم نعلم نحن بالغيب عبر هذه الآيات المباركات الماضي الآن أنتو ما تعلمون بالغيب عبر هذه الآيات ما تعلمون ماذا جرى بين الله وبين ملائكته إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليف ما تعلمون ما علمت بالغيب ما تعلمون ما دار بين الله سبحانه وتعالى وبين الشيطان ما تعلمون كيف أخرج آدم من الجنة ما تعلمون ما جرى في الأمم الماضية بإخبار القرآن الكريم إذن كلكم عالمون بالغيب لكن في إطار آخر وفي دائرة محدودة ألم يخبرنا القرآن الكريم بوجود عوالم أخرى لا توجد في القرآن الكريم سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن هذا مو إخبار غيبي الإخبار عن عالم الملائكة الإخبار عن عالم الشياطين الإخبار عن الأمور الأخرى العوالم الأخرى هذه هي المجموعة الأولى التي تتضمن كشف الحجاب عن عالم الغيب سواء تعلق بالماضي أو بالحاضر أو بالمستقبل المجموعة الثانية آيات مباركات تكشف عن أن بعض الأولياء يعلمون الغيب هذا النوع الأول غيب عام الذي ذكرناه هذه المجموعة الثانية تحتوي على الإشارة إلى الغيب الخاص الله سبحانه وتعالى يقول العالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى إذن من ارتضاه الله يطلعه الله على غيبه الله تعالى في آية أخرى أكلون الله تعالى الله تعالى يقول وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا كَانَ كَانَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَكَانَ عَلَيْيُّ بْنَ أَبِي طَالِب صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلْمُ الْكِتَابَ إذن يكون عَالِمًا بِكُلِّ شَيْءٍ اجمعوا بين الآيات القرآن تِبْيَان أو اللوحة المحفوظ تِبْيَان لِكُلِّ شَيْءٍ وَعَلِيُّ بْنَ أَبِي طَالِب صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلْمُ الْكِتَابَ إِذن عَلِيُّ بْنَ أَبِي طَالِب صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهُ بالجمع بين هاتين الآياتين الكريمتين يعلموا كل شيء النقطة الثالثة علم الغيب علم الأولياء بالغيب في أحاديث الآخرين في صحيح البخاري الحديث رقم سبعة آلاف واثنين وخمسين النبي صلى الله عليه وآله يقول إنكم سترون بعد أسرح وأمورا تنكرونها هذا مو علم بالغيب في صحيح البخاري سترون مو أتوقع الزعماء السياسيون عادة يقولون أتوقع أحتمل وكثير من تنبؤاتهم يتبين أنها كانت رجما بالغيب مخالفة للواقع كم للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله من الإخبارات الغيبية التي تحققت في الخارج هذا مو علم بالغيب في صحيح البخاري ينقل عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الحديث رقم سبعة آلاف وستين يقول أشرف النبي صلى الله عليه وآله كلمة وآله مني حتى لا تكون الصلاة صلاة بتراء على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا ما يشوفون؟ أكو حجاب أمام المستقبل أمام عالم الغيب قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر هذا مو علم بالغيب في صحيح البخاري باب باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه الصعود التنازلي إذا صح التعبير يحتوي على مجموعة من الأبواب هذا مو علم الغيب في صحيح البخاري رقم الحديث سبعة آلاف واثنين وتسعين النبي صلى الله عليه وآله قام إلى جنب المنبر وأشار إلى بيت امرأة معروفة في هذا الحديث مو مذكور اسمها لكن في حديث ثلاثة آلاف ومية وأربعة اسمها مذكور وقال الفتنة هاهنا الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان هذا مو علم بالغيب النبي قال من هذا البيت يطلع قرن الشيطان هذا البيت بيت الفتن وأشار إلى بيت امرأة معينة معروفة ومشهورة هذا مو علم الغيب في صحيح البخاري رقم الحديث تلاثة آلاف ومية واثنين وتسعين يقول الراوي قام فينا النبي صلى الله عليه وآله مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق هذا مو علم بالغيب حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم من بداية العالم إلى نهاية العالم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه رقم الحديث تلاثة آلاف ومية واثنين وتسعين هذا مو علم الغيب وكتبهم مشحون بأمثال هذه الأحاديث هل تنكر على علي بن أبي طالب صلوات الله عليه علمه بالغيب إنكاره تنكر إخباره بالمغيبات إن نبي كما أخبر عامة المسلمين بهذه الإخبارات الغيبية ما المانع أن يخبر علي بن أبي طالب صلوات الله عليه بإخبارات غيبية خاصة أكو مانع من ذلك أكو مانع من ذلك في نهج البلاغة خطبة مية وثمانية وعشرين أمير المؤمنين صلوات الله عليه يبين هجوم المغول على البلاد الإسلامية يكشف هذا المستقبل فيقوم رجل ويقول يا أمير المؤمنين هل عندك علم الغيب فتبسم صلوات الله عليه وقال ليس هو بعلم غيب وإنما هو تعلم من ذي علم لعل المراد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله علمه رسول الله ألف باب من العلم يفتح له من كل باب ألف باب فبناء على ذلك علم الأولياء بالغيب مثبت في القرآن الكريم ومثبت أيضا في كتب الفريقين وفي أصح صحاحه إن شاء الله نؤجل بقية الحديث إلى ليلة أخرى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات